محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تنطلق غدا ثلاثاء فكيف ستتم هذه المحاكمة؟ وما هي أهم الإجراءات المتبعة في ذلك؟ مصدر المقرب من الرئيس السابق قال إنه سيبقى في نيويورك ليلة الاثنين ليمثل الثلاثاء غدا أمام المحكمة وسيبلغ رسميا بتوجيه تهمة جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها واستعدادا لوصول ترامب تقول مصادر الحدثين جميع المحاكمات ومعظم أنشطة المحكمة الأخرى أوقفت قبل الموعد المقرر لوصوله وبالموازات يقوم جهاز الخدمة السرية وإدارة شرطة نيويورك وضباط المحكمة بتنسيق الإجراءات الأمنية لظهور ترامب المتوقع كما من المقرر أن ترافق الشرطة السرية ترامب في وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام الذي يقع في نفس مبنى المحكمة بحسب المصادر نفسها فإن ترامب سيحتجز من قبل المحققين حيث ستأخذ بصمات أصابعه وفي العادة يتم أخذ صورة لكل محتجز لكن المصادر تقول أو ترجح أن ذلك لن يحدث مع ترامب باعتباره شخصية معروفة وعلى عكس ما هو معمول به فإن ترامب لن يحتجز في زنزانة بالقرب من قاعة المحكمة قبل تقديمه للمحاكمة وبمجرد الانتهاء من الترتيبات الروتينية سينقل ترامب أبرى مجموعة من الممرات الخلفية والمصاعد إلى الطبق الذي توجد فيه قاعة المحكمة ثم يخرج إلى الممر العام للدخول إلى قاعة المحكمة وبحسب المصادر فإنه ليس من المتوقع أن تقيد يد ترامب وإنما سيكون محاطا بعملاء فيدراليين مسلحين لحمايته وبحلول فترة ما بعد الظهر من المتوقع أن يتم إحضار ترامب إلى قاعة المحكمة حيث سيتم فتح لائحة الاتهام وستوجه له رسميا وبعد تقديمه للمحاكمة من شبه المؤكد أن يتم الإفراج عن ترامب بناء على تعهده الخاص مع استبعاد وضع شروط على سفره وبمجرد انتهاء جلسة المحكمة من المتوقع أن يخرج من الممرات الخلفية ثم يتوجه إلى مكتب المدعي العام ومن ثم على موكبه الذي سيكون في انتظاره ليتوجه بعدها إلى المطار ويعود مرة أخرى حيث حدد ترامب موعدا مساء الثلاثاء للتحدث علنا